أكد الإطار التنسيقي اليوم الخميس 16-22-2023 احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية فيما دعت جميع إلى الالتزام بما يدعم سلطة القانون وذكر المركز الأعلامي للإطار في بيان تلقته بغداد اليوم إن الإطار التنسيقي عقد مساء الأربعة اجتماعي لاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد وجدد التنسيقي وفق البيان التزامه بقرار مجلس النواف في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل وشدد الإطار حسب البيان على احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية داعيا الجميع للالتزام بما يدعم سلطة القانون وطالب الإطار التنسيق الشركاء السياسيين بمزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت في وقت سابق عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي وذكر بيان لأعلام المحكمة تلقته بغداد اليوم أن المحكمة الاتحادية العليا نظرت يوم الثلاثاء الدعوة بالعدد التسعة التحادية 2023 وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم فيها 14-11-2023 وأكدت المحكمة الاتحادية أن قرارها بات مملزم للسلطات كافة أفاد مصدر أمني اليوم الخميس 16-22-2023 بتكليف العميد ميثاق الفتلاوي قائدا لمديرية الشرطة الرصافة وقال المصدر لبغداد اليوم أن العميد ميثاق الفتلاوي كلف اليوم بمهام مديرية الشرطة بغداد الرصافة وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني بتكليف اللواء صباح الربيع بمهام مدير مديرية مرور بغداد الكرخ وقال المصدر لبغداد اليوم أن اللواء صباح الربيع كلف بمهام مدير مديرية مرور بغداد الكرخ خلفا للواء سامي كاظم بعد اقتحامه وتعزيز السيطرة عليه أمس الأربعاء تجري القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش واستجواب مع أطقم وموظفي مجمع الشفاء في أعقاب إعلان ضباط إسرائيليين عثورهم على بنادق وذخائر ودروع واقية ومعدات عسكرية أخرى داخل المستشفى الأكبر في قطاع غزة وفي مقطع فيديو تم تصويره بمستشفى الشفاء أظهر المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس حوالي عشرة بنادق وذخائر وسترات واقية وزي عسكري لحماس قال إن بعضها كان خلف جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي والبعض الآخر في وحدات تغزين قريبة ولم يتمكن موقع الحرة من التحقق من المعلومات الواردة في الفيديو من مصدر مستقل من جهتي قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفي خاي أدرعي إن وحدة الكوماندوس شلداق ووحدات خاصة أخرى تحت قيادة الفرقة 36 تواصل عملها بطريقة دقيقة في محيط مستشفى الشفاء حيث تقوم بأعمال التمشيط بحثا عن البنى التحتية كشف تقرير لشبكة الان بي سي نيوز الأمريكية اليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023 عن تزايد الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في غزة وتصور الجانبين لمستقبل القطاع ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي إن واشنطن قلق من غياب إجراءات إسرائيلية للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين وقالت الشبكة إن الفجوة تتسع بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو بشأن مستقبل غزة وقد تقود الخلاف علني في الأسابيع المقبلة وأبدأ مسؤولون بإدارة بايدن تحدثوا للقناة مخاوف من فكرة قامة منطقة عازلة شمال قطاع غزة لحماية إسرائيل من هجمات في المستقبل وقال مسؤولون أمريكيون لقناة الان بي سي إنه لا ينبقى أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين من غزة أو من جزء منها وتستند الفكرة التي طرحا مسؤولون إسرائيليون سابقون ليقامة منطقة عازلة شديدة التحصيل في شمال غزة على أفراق شريط أمني من السكان بعد الحرب بعمق كيلومتر واحد على سبيل المثال وفق تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وظهر الخلاف الأمريكي الإسرائيلي أيضا عقوب حديث نتنياهو عن نية تل أبي فرض السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب حينها صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين بأن واشنطن تعتقد أنه لا يمكن أن يعاد احتلال غزة بعد الصراع ولا أن يستمر حصار القطاع ولا تتقلص مساعته ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي إن الإدارة بواشنطن قلق بسبب امتناع الإسرائيليين عن بذل جهد للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023 لصالح مشروع قانون التوميل الحكومي لتمديد عمل الحكومة الأمريكية لكنه لا يتضمن أي مساعدات ضافية لإسرائيل وأوكرانيا وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن مجلس الشيوخ اعتمد مشروع قانون لمواصلة عمل الحكومة دون تخصيص أي أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وبحسب التقارير فإنه من المقرر أن يتم مرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه بعدما يتم تمريره من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التوميل الحكومي بنسبة 336 صوتاً مؤيداً للمشروع و95 صوتاً معارضاً له وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالميزانية الموقعة يوم غد الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2022 يشار إلى أن بايدن طلب تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا لكن لا يبدو أن هناك دعماً واضحاً في الكونغرس لهذا الطلب لاسيما بين الجمهوريين